كيف الاستدعاء حتى الاستدعاء ماهو بسيط نيجي عينتي انا رح اشرحوه حاكيتنا هون انه فانكشن اف استدعاء فانكشن جي مرتين اوكي انا رح اعاطوه اقرأ واشرح بنفس اللحظة انت اف انت اه انت بي اف هذا اسم الفانكشن اسم الميثود ايه وبي اللي هما البراميتر او الاعجرومنت اوكي هلا داخل هذا الفانكشن شو حكالي اللي جي وقوس معناته استدعاء مثل جي جي بتاخد براميتر الاول وهذا البراميتر الثاني لو تلاحظوا براميتر الثاني هو استدعاء اخر لجي هذا استدعاء ثاني لجي اوكي يعني اول ايش رح استدعي جي وتعطيني قيمة رح احطها هون بعدين استدعي جي مرة تانية وتاخد هدول القيمتين الموجودة هون والقيمة اللي نتجت منها هون واضح؟ يعني اول ايش رح استدعي جي واشوف شو النتيجة رح تطلع معي هون واكتبها بعدين ارجع استدعي جي مرة تانية وتاخد قيمة البي وقيمة القيمة اللي اجت عندي هون اوكي واحد اللي اياها بعدين اف رتين بترجع لي ايه اللي هي ايه هاي زائد دي دي اللي هي هاي القيمة اللي رح تطلع هنا تجزل استدعاء اين للجي المنطق بحكي لما بدي استدعي يعني لما بدنا نستدعي ما بستدعي اول اشي جي وبعطيه بي هاي اول اشي بستدعي هاي بعمل هاي كولينج لهاي اوكي لهاي القيمة هاي بس استدعيها من فنكشن جي الجي رح يعمل رح يرجع لي قيمة شو مكانت القيمة مثلا الخمسة بعديها برجع بستدعي جي بحطيها قيمة بي وبعطيها القيمة اللي اجت معي الخمسة وبتطلع نتيجة ونخزنها في دي واضح اذا اول اشي بنستدعي هاي لانه اشي بديه لما يكون عندي اربعة ضرب اتنين زائد ثلاثة مش احنا اول اشي بنعمل بين الاقواس نخلص منها بعدين بنضربها باللي برا اشي بديه وهاي نفس الفكرة اوكي يعني هاي نفس الفكرة بس عشان تكونوا عارفين يلا نشوف هاي طبعا بلغة بجافة اعتبروها يعني هي بجافة هي ممكن بسي مش بجافة بس يعني لانه نعتبرها بجافة لانه نفس الاشي هلا بدي تسويها بميبس نعملها باسمبلي ثم عرجع كتب لي فونكشن فوق الدكتور عشان ما انتساو انا عم احنا عم نشح او احنا عم ندرس حكا هاي نبدينا فونكشن بي طبعا هدا مو البرنامج كامل يا جماعة هدا بس الفونكشن اف قلبي هدا الفونكشن اف هدا طبعا مش البرنامج كامل الاصل يكون انا عندي مين اوكي ماشي الحال وفيها هاي واستدعت اف اوكي وبعدين عندنا هون بدت اف واستدعت اف عملت الجال لل اف اوكي اف اللي معطيكم ايا الدكتور لمعطيكم المين ولا معطيكم الجي واضح بس الاستدعاء معطيكم اف واضحة الفكرة طيب عشان يكون ببالكم هدا مو برنامج كامل وهدا جزء من برنامج فونكشن مثود بس اول نقطة اديو اس بي اس بي ستاك موينتر سالب اطناعش طول ما شفت اس بي اس بي معناها هاي حجز المكدس حجز الاستاك حجزه ب اطناعش ليش اطناعش اربايت طبعا ليش اطناعش اربايت يعني دليل انه اطناعش اعلى اربعة رح يعطينا ثلاث ورح يحجزها لثلاث متغيرات من هم هدول المتغيرات اللي هم الا والبي والار اي الار اي اللي هو العنوان العنوان اللي رح يرجع له لانه هون ما شاء الله رح يرجع العنوانين اوكي ماشي الحال الار اي ماشي الحال لانه هون لما المين تستدعي الاف رح تروح للاف والار اي رح يكون فيها هذا العنوان صح؟ بعدين الاف لما تستدعي الجي بدها تروح للجي والار اي رح يكون فيها العنوان اللي تحت الجي فانا رح احتاج اخزن واحدة منهم في في الاستاك عشان ما عندي غير ار اي واحدة واضح؟ ما عنديش غير مسجل واحد ار اي وانا صارح عندي عنوانين بدي ارجع لهم بدنا نرجع لعنوانين فعشان هيك خزنتهم بالاستاك طيب هلا احنا اه هون اول ايش حجزنا اتناش ارباية واضحة حجزنا بعدين انتوني شنك نخزنني سيف خزني الار اي في الموقع صفر اوكي يعني باول مكان بعدين خزن لي اي زيرو اللي هي قيمة اي اللي هي قيمة اي هاي في الموقع اربعة اوكي لان اخل اربعة في الموقع التالي وخزن لي في العنوان الاربعة وخزن لي اي واحد اللي هي قيمة مين بي في تمانية وصارهم مخزنين بهالطريقة هاي صارهم مخزن هون قيمة الار اي هون ال اي وهون ال بي وطبعا قيمهم شو قيمتهم مش اي كم تغير شو قيمتهم ممكن كانت تقيمتهم مرسلة اربعة خمسة عشرة مية فبتكون مخزنة قيمة وكنا تخزنوا بهالطريقة هاي واضح هيك بطريقة هاي ينمو الى الاسفل بنزل لتحت واضح بعدها قلت له جال جي استدعى جي لما استدعى جي شو صار في الار اي صار فيها هذا العنوان عنوان هاي التعليمة يخزن في الار اي عنوان هذه التعليمة واضح لانه لما نستدعيها لما نستدعي فبصير في الار اي عنوان هاي التعليم التعليم تمام حلق لما صار في الار اي عنوان هاي التعليم 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 هو راح عند الجي الجي مش موجودة عنا نفذها ما معرف نفذها شو ما نفذ فيها ينفذ المهم نفذها واضح هذا بهمي انه نفذها بعد ما نفذها بده يرجع وينه يرجع يرجع على عنوان موجود في الار اي فرجع هون صح رجع هون لما رجع هون قدر له load بعدها هحرر طلع اعمل بوب بوب لمين لأز زيرو اللي موجودة في موقع اعمل بوب لقيمة أز زيرو الموجودة في موقع مين موقع ثمانية يعني لبي هحيعمل بوب لبي وصيد قيمة بوا موجودة في أز زيرو يعني أز زيرو صار فيها قيمة بي واضح بعدين حكيت له شو move انقل قيمة بي زيرو لأي الوان الوان ايش هي هاي بي زيرو ايش هي هاي النتيجة التي عادت بعد تنفيذ تنفيذ ما عليكم مثل ج احنا لما ننفذ ج هو رجع رجع بنتيجة النتيجة هاي تتخزن في بي زيرو أو في بي واحد هون تخزنت في بي زيرو يعني هم قرروا لما نفذوا الج انهم يخزنوه في بي زيرو تخزنوه في بي زيرو حطها في اي وان اذا اي وان صار فيها النتيجة اوكي ماشي الحال باقيها اللي رجع اللي جال جي اوكي حاضر رجع استدعى جي مرة تانية ياب هي بدها بمتابعة جي مرة تانية هلا ما استدعى جي مرة تانية هذا العنوان اللي بعد الجي الاستدعاء تخزنوه في الار اي انتبهوا لها والله انه هذا اهم شي عندكم الدكتور كثير بيهتم بالعناوين ماشي الحال بعد ما استدعى جي مرة تانية وخزنها هلا add u اجمع v زيرو لا لا اسفع اجمعوا a zero a zero شو قيمتها قيمتها b مع v zero v zero مين تعرفوا مين هي v zero لما استدعى جي اول مرة مش استدعى احنا عملنا استدعى لهاي لجي عشان ينفذ هاي فرجع بهاي النتيجة اللي هون اوكي ففيه zero النتيجة اللي اجت من الاستدعى الاول لجي وحكيت لكم ان النتيجة التي عادت بعد تنفيذ مثل جي هو استدعى احنا اول ما استدعينا استدعى هاي واتفقت انا وياكم لازم نستدعى هاي ورجعت بنتيجة فهلا شو عم بيعمل بيجمع b زائد v zero اوكي v zero ماش الحال جمع هما بعض بعدين شو عمال l load load b zero خلص قيمة b مع b zero b zero اللي بدنا اياها هايها اوكي ورح اللي هي اي مع اي دى راح تكون بالضبط اي مع قيمة ال اان رح يخزنلي اي اي zero از zero كانت اي ولا بي از zero لا ا現在 از zero هوon قيمة اي اي London قيمة اي و V0 قيمة همين النتيجة اللي طلعت معي النتيجة اللي أجت من الاستدعاء آه نحن هاي V0 النتيجة اللي أجت من المسود الأولى هلأ V0 الثانية النتيجة اللي أجت من الاستدعاء الثاني آسفة هاي النتيجة التي رجعت من الاستدعاء الثاني هاي من الاستدعاء الأول وانتهى موضوعها عملنا لها عملنا وخزننا في A1 اللي هي هون هاي النتيجة اللي طلعت هون خزنناها بA1 ما عندي فيها مشكلة هلأ صارت عندي لما استدعيت مرة ثانية أوكي صحيحة طلعت عندي نتيجة جديدة أوكي فالنتيجة الجديدة خزنتها وين في B0 فصارت D فهون صارت العملية اللي هي A زائد D القيمة النهائية بعدها حررت طلعت العنوان من المكدس من الاستاك وعملت أعد استاك بوينتر لـ 12 ليش 12 حررت المكدس أنا هون الاستاك حجزت حطت لسالب 12 هون حررت وحطت 12 ورجع لي للـ G-R-R-A يعني للمكان اللي أنا أجد منه اللي هو من المين من المين لو تلاحظوا ما حتاج يخرج عنوان لـ R-A غير آخر شيء ليه؟ لأنه هو لما هون اتخزنا بالـ R-A صح؟ ولما هون استدعينا احتجنا R-A تاني فالـ R-A الأولى راحت على الاستاك والعنوان ها تضل في الاستاك بعد ما خلصت شغلي بدي أرجع على المين وطلعت العنوان الاستاك اللي هي هاي الخطوة طلعت عنوان الاستاك هاي ها من الاستاك عشان أرجع للمين هاي عشان نرجع للميثود الأساسية اللي هي مش موجودة عندنا الاستدعت function F اوكي راح نرجع للميثود المين الاستدعت function F صعب شوي عليكم يمكن خليني هيك أعيده بطريقة بسيطة مش بطريقة تفصيلية اللي احنا شرحنا فيها ممكن يخفف عليكم شوي هي بس عميزة الاستدعاء اول اشي حددت كم عنصر بدي فلقيت انا بدي A و B وعندي R-A لانه عندي استدعاءات فحجزت 12 بايت اوكي طبعا بحط سعلب بعدها حددت مكان R-A بالمكدس قلت له انت في الموقع الصفر بعد انت في الموقع اربع بعد انت في الموقع ثمانية اللي هم R-A وال-A وال-B المتغيرات استدعيت function G لما استدعيته اكيد تخزنت الحنوان التعليم التالي في R-A ما شحال لما استدعيته استدعيته خلاص وتنفذه وده يرجع لما رجع حرر القيمة الموجودة في A8 اللي هي قيمة مين B وحطها وين في A0 اوكي قيمة B وحطها في A0 بعدين النتيجة اللي طلعت معنا من الاستدعاء الاول حطها في A الوان اذن هون صار في عند النتيجة هاي اللي موجودة هون حطها وين في A1 واضح بس ورجع استدعى G مرة تانية ولما استدعى G مرة تانية حرر القيمة الموجودة في الموقع الرابع وحطها في A0 بعدين عمل الجمع للقيمة الموجودة في A0 القيمة الموجودة في A0 اللي هي قيمة A اصلا A0 موجودة فيها قيمة A مع النتيجة اللي طلعت معنا اوكي النتيجة النهائية عندنا اياها وحطها وين في B0 اللي هي صار D وهون جمع A زائد D واضح وبعدين است استدعى او عمل BOP عمل BOP لل RA اللي تخزنت في المكدس اللي هي هاي القيمة عملها BOP عشان يرجع للمين الأصلية وحرر المكدس كم احنا خزن كم خزن حتاج 12 بايت فبيحرر 12 بايت وقال جار لل RA ورجع لل RA مكان ما استدعينا من المين من هاد البرنامج مو كامل هذا الجزء بس هذا البرنامج منه موجود لا موجود G ولا موجود البرنامج البرنامج هذا الجزء الموجود منه ان شاء الله يعني ما يكون يعني انه استوعقت وقتكم اي سؤال احكولي على اي مس هو مش ها صعوبة بس ممكن بده شوية اشتركوا في القناة